هنروح لأخبار التقس اللي هنختم بها حلقتنا النهاردة حالة التقس المتوقعة بكرة يوم الخميس بتتوقع حيئة الأرصاد الجوية أنه بكرة الخميس هيشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل المتأخرة على أنحاء الجمهورية فضلا طبعا عن نشاط الرياح على سواحل الغربية وسط سيناء وده اللي هيخلينا نحس شوية ببرودة التقس كمان قالت الهيئة أن التقس هيكون بارد خلال ساعات النهار على كل أنحاء الجمهورية مع بداية ساعات المساء هيسود تقس شديد البرودة نظرا لاستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادم معظمها من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط ومواجهتها مع امتداد لمخفض جوي آخر قادم في طبقات الجو العليا وده اللي هيساعد على الإحساس أيضا من خفاض درجات الحرارة واستمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري لكن بكميات أقل كتير من الأمطار اللي بتتعرض لها المحافظات السحلية خلال اليومين الماضية